إلى مصر حيث يستقبل وزير الخارجية سامح شكر اليوم ستيفان سي جورني وزير أوروبا وشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا لعقد جلسة مباحثات المشتركة يليها مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين وعلى صعيد متصل نقش وزير الخارجية المصري مع وزير خارجية مملكة النرويج هاتفيا الأزمة الإنسانية في غزة بحسب ما نقله المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية والجهود المطلوبة لضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن 2720 وتفعيل الألية الأممية لتسهيل عملية إدخال المساعدات لغزة كما أكد الوزيران على أهمية إزالة العوائق التي تحول دون تضفق المساعدات إلى القطاع كما تناول الوزيران التحديات التي تواجه وكالة الأونروا على إثر قرار بعض الدول تعليق تمويلها ينضم إلينا من قاهرة مرسلنا محمد خالد محمد تحركات مصرية لإحتواء الأزمة لو تطلعنا على مزيد من التفاصيل نعم أريش يعني التحرقات بالفعل المصرية كثيفة هذه على أيام من أجل التوصل إلى اتفاق بوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة خلال اتصال هاتفي قما تلقاه وزير خارجية المصرية سامح شكري من وزير خارجية النرويج تبحثا حول عدد من الموضوعات لسيما التطورات في قطاع غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والقرارات الأممية بخصوص قرار 2720 بشأن نفاذ وإدخال المساعدات بشكل كامل إلى القطاع وضرورة مراقبة دخول هذه المساعدات من قبل الأمم المتحدة لسيما أيضا في ظل وقف عدد من الدول المانحة لوكالة غيث وتشغيل اللاجئين الأنروى وما يمثل هذا من تحديات إضافية على الشعب الفلسطيني نظرا لصعوبة تقديم المساعدات للأشقاء في فلسطين تجاه وقف هذا الأمر الذي يوقف الدعم لنحو 300 ألف موظف للأنروى وفي خمس دول تقريبا يعملون بها وبالتالي هذا يمثل مزيد من العبء على الفلسطينيين الذين لا يتم إدخال المساعدات بشكل كافي لهم ثمن وزير الخارجية النرويجي الدور المصري الذي تقوم به من سواء من خلال التحدث مع الشركاء من أجل جهود وقف إطلاق النار أو كذلك إدخال المساعدات الإنسانية وتلقي المساعدات من كافة دول العالم في مطار العريش لدخول المساعدات الإنسانية اليوم بيتم التباحث الآن فور وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى مكر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة الآن بيتم عقد جلسة مباحثات ثنائية بين وفدين البلدين ربما هذه الزيارة ريش بتأتي بعد زيارة يعني عقدت في الإسبوع الماضي في باريس استضافتها فرنسا لوفد من مصر وقطر وكذلك أمريكا وإسرائيل لأتباحث حول صفقة جديدة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين كل من حركة حماس وكذلك لدى إسرائيل يعني هذا الأمر سيتم منقشته أيضا اليوم ضمن جولة وزيرة الخارجية الفرنسية في المنطقة التي تبدأ بمصر ثم الأردن ثم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكذلك فلسطين ستتباحث هذه الزيارة حول جهود وقف إطلاق النار في المرحلة القادمة والمقترح المصري القطري لتنفيذ هذه العملية في أقرب وقت ممكن وتبادل لإطلاق المساعدات الإنسانية بين كافة الدول المانحة لقطاع غزة وتسهيل هذه المساعدات من خلال مصر ومعبر رفح سيكون هناك مؤتمر صحفي تقريبا بعد نصف ساعة من الآن إذا لم يتأخر لأسباب دبلوماسية سنطلعكم على كل التفاصيل فور صدورها نعم مرسل المشهد محمد خالد كنت معنا من قاهرة شكرا لك على كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر